السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازائي طلبات وطالبات الصف الرابع اللي ابتدائي معايدنا النهاردة ان شاء الله تعالى ما كتابة برغراف عن شم النسيم. في نص السطر شم او نسيم يعني شم النسيم نبدأ طبعا نسيم مسافة عاد الكلمة ونبدأ الجملة بحرف كابيتل وفي نهاية الجملة نضع في لستوم. اه طبعا نبدأ نقول احنا مثلا وليكن احنا بنحتفل بشم النسيم كل سنة. يبقى ايه? سيلب ريت. احنا بنحتفل. شم النسيم. شم النسيم. كل سنة كل عام. يبقى نحتفل بشم النسيم كل عام. كمان ممكن نقول احنا بنروح للحضائق. احنا بنروح للحضائق. احنا بنروح للحضائق. ممكن نقول احنا بناكل اه لسلطي الفيش. وی. سوف نأكل كمان ممكن نقول شم النسيم شم النسيم شم النسيم هنقول إنه هو بيكون إزا أقدم هنقول إنه هو أقدم عيد أو ما أقدم احتفال فستيفال أو مهرجان يبقى شم النسيم كمان ممكن نقول إنه كثير من العائلات بتحتفل بهذا المهرجان يبقى كثير من الناس كمان إنه كثير من الناس إنه بتحتفل بهذا عندنا طبعا فستيفال بهذا المهرجان كمان ممكن نقول إنه إحنا الأطفال الأطفال بيعملوا إنه هم بيلونوا اللي هو البيت الكلمات السهلة اكتبها أنا بكتب مجموعة من كلمات الكثيرة عشان خاطر تختار منها الجمل البسيطة اللي محتاجها تكتبها في الفقارات الإنشائية كمان ممكن نقول إحنا هم أو they they have هم بيقضوا a good time يعني وقت لطيف a good time يبقى أنا عندي من الأول تاني again عندي شام النسيم عندي هنا شام النسيم we celebrate شام النسيم every year نحتفل بشام النسيم كل عام it's in the spring يعني بيكون في الربيع we go to the parks بروح لحديقة والمتدات حديقة العامة we eat salty fish and colored eggs حاب نأكل سمك مملح وكمان بنلون colored eggs يعني احنا كمان بنلون البيض شام النسيم is the oldest festival بيكون أخدم مهرجان in Egypt في بصر بيكون أخدم مهرجان يبقى شام النسيم أخدم مهرجان في مصر أو عيد في مصر من يبيل الكثير من الناس اللي بريد بيحتفلوا this festival بهذا المهرجان أو العيد الاطفال children color eggs بيروينوا البيض they have a good time هم بيستمتعوا بوقت لطيف وكي نكون وصال نهاية الفيديو أتمنى أن يروا بالفيديو يكون أعجب حضراتكم إلى لقاء بفيديو أخر بإذن الله تعالى أتمنى أنتي بدوم التوفيق والنجاح السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا